في أطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى أدقم الوحدات أثناء تنفيذ مهامها القتالية وصق لمهارات التقطيط وإدارة أعمال القوات البحرية المشتركة تواصل القوات المشاركة في التدريب المصري الأمريكي المشترك تحية النصر استجابة النصر 2019 تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المخططة حيث تم تنفيذ المرحلات الختامية للتدريب المشترك تحية النصر 2019 والذي استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية وقد اجتمل التدريب على تنفيذ إجراءات تنظيم التعاون بين القوات لتنفيذ أعمال قتال مشتركة كما تم التدريب على اكتشاف وتحييد الألغام البحرية والدفاع وصد التهديدات غير النمطية وتنفيذ تدريب للرماية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية والجوية ليلا ونهارا كذلك التدريب على حماية الأهداف الحيوية بالبحر وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بواسطة عناصر القوات الخاصة البحرية وتنفيذ تشكيلات الأبحار التي أظهرت مدى التجانس والتنصيق بين الوحدات المشتركة في التدريب ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة